هل تستفيد المرأة المتزوجة من منحة البطالة؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عليها؟ لنتعرف عليها بالتفصيل السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على الجرس وهذا ليصلكم كل إشعارات قناتنا لكل امرأة متزوجة وكونها جزائرية الجنسية لها الحق أيضا والمساواة في تعديل شروط منحة البطالة لكي تستفيد هي أيضا منها لأن معظم النساء أغلبهم متزوجات وأغلبهم خريجين جامعيات وأرباب عائلات وأرامل ومتلقات وعليهم أيضا مسؤوليات كبيرة وكثيرة منهم من لا دخل لها ومنهم من هي مريضة ومنهم من لا قريبة ولا حاسيبة لهم ومنهم من أزواجهم من دوي الإحتياجات الخاصة ومنهم من هي المسؤوليات الزوج وعليه معظمهم يتساءلون أن يحق لنا الاستفادة من منحة البطالة لكي لا أطيل عليكم أترككم مع هذه الشروط التي ألزمتها الدولة لتتوفر المرأة على منحة البطالة يجب أن تتقيد بهذه الشروط أن تكون المواطنة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بالجزائر بصفة دائمة أي تكون جزائرية الجنسية ألا تكون قد استفادت من أي قرد بانكي سابقا يعني ما استفادتش من حتى قرد من البانكة ما جبدت حتى قرد يجب أن تكون المرأة أو المواطنة مسجلة في وزارة العمل يجب أيضا أن تكون قد تحصلت على ألا تكون قد تحصلت على منحة البطالة فيما قبل يعني ما تكون مهزت حتى منحة البطالة يعني هذه حاجة بينها لأن منحة البطالة رهم داروها سنابرك في فيفري الفين وثينين وعشرين شرط آخر ألا تمتلك نشاط خاص بها أي ما يكون عندها حتى روجستر ما يكون عندها حتى نشاط خدمته من قبل أيضا ألا تكون قد تحصلت على راتب شهري من قطع عام أو خاص أي بمعنى ما تكونش خدمة لا عند البخيفي ولا عند الدولة أيضا أن تكون عاطلة عن العمل ولم يسبق لها الاستفادة من منصب عمل في أي مجال هنا المرأة يجب أن تكون ما استفادتش من حتى منصب عمل ما خدمتش من قبل خلاص وما استفادت في حتى مجال لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام يجب أيضا أن تكون مسجلة في مصالح وكالة الوطنية يجب أيضا أن يكون زوجها بطال أو من دول إحتياجات الخاصة ولا يمكنه العمل بنفسه هنا نحبس في هذا الشرط ونشرح لبعض المتزوجات هنا أي مرأة من زوجة وراجلها مش خدام ولا راجلها مريض ولا راجلها من دول إحتياجات الخاصة ولا عنده عذر ما يقدرش يخدم خلاص هنا تقدر تنتبق عليها منحة البطالة هنا تقدر تستفاد من منحة البطالة بالزاف ليس قسوني في التعليقات على هذا الشرط هنا نقول لك لأي وحدة راجلها ما يخدمش ولا راجلها من دول إحتياجات الخاصة ولا راجلها كافيف ولا عاطل عن العمل ولا عنده أي مرض هنا تقدر هي تستلم منحة البطالة وعليه لكل من شاهد هذا الفيديو لكل إمرأة متزوجة إذا رأت أنها تتوافق مع هذه الشروط المذكورة سابقا ما عليها سوى فورا تسجيل في منحة البطالة وتحضير ملف منحة البطالة ودفعه في وكالة تشغيل وأنها ستستفيد من منحة البطالة بدون أي عذر وأي أسباب إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد وكل استفسارات بخصوص منحة البطالة اتركوا لنا تعليق وسوف نوافيكم بالرد إن شاء الله فلا تبخلوا علينا بالضغط على الإعجاب بسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر